لم يبقى شيء الكثير على موعد إجراء الانتخابات النيابية وما تزال بعض الكتل السياسية والأحزاب تدفع باتجاه تأجيلها بحجج الخوف على البلاد من المجهول لكن الحقيقة أن الكثير من هؤلاء بحسب مراقبين يتخوفون من خسارة المصالح المكتسبة وعدم الثقة بقواعدهم الشعبية على انتخابهم مرة أخرى لذا فأن الترويج للتأجيل والعمل عليه يجري بمختلف الوسائل والصور هناك من يسعى إلى تأجيلها ومن يسعى إلى إيقاف عملية الانتخاب في هذه الفترة لأن هناك مصالح معينة وأيضا ضغوطات خارجية تحاول أن تؤثر على هذه الانتخابات ولا تريدها أن تقام القفز على إرادة الناخب العراقي ورغبته بإجراء التغيير هو ما يسعى له أصحاب معسكر التأجيل فالأنانية السياسية والمصالح الضيقة قد تدفع هؤلاء إلى الذهاب بالبلاد إلى المجهول من أجل تحقيق غاياتهم لا سيما وأن خيارات حكومة الطوارئ وتبعاتها مطروحة في حال أجلت الانتخابات عن موعدها الحالي نحن نحتاج أن تجرى هذه الانتخابات أولا سوف يكون هناك مصداقية للشارع العراق أو تأكيد من قبل القوى السياسية للشارع العراق على أنهم سوف يطبقون ما يرغب به الشارع العراق وبالتالي لربما نقلل الفجوة الكبيرة الموجودة ما بين المواطن وما بين السياسي هذا جانب الجانب الآخر إذا تم تأجيل هذه الانتخابات من الضامن أنه سوف نذهب إلى تأجيل آخر وسوف نصل إلى حقيقة نهاية هذه الدورة ولربما هناك أيضا حديث آخر خرج لنا ضرورة أن تكون هناك حكومة الطوارئ وهذه حكومة الطوارئ طامة كبرى فيما يتحمل المواطن مسؤولية الضغط على الكتر السياسية من أجل إجراء الانتخابات بموعدها المحدد مع المشاركة الواسعة فيها من أجل تغيير الواقع المزري الذي تمر به البلاد لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد